بسم الله الرحمن الرحيم نتكلم نهاردة في شعيبة الفايلوم كورداتا نتكلم في الصفايلام اللي هو اليورو كورداتا اليورو كورداتا نتكلم نهاردة في آخر جزء فيها وهو الجزء الخاص بالطور اليرقي مبدئيا الطور اليرقي اللي هو تشبه يرقة أبو زنيبة الموجود في الضفاضع لوجود طبعا الذيل علشان لها ذيل كده فهي تشبه يرقة أبو زنيبة الموجودة في الضفاضع جزء غير كده وجزء غير كده فينهم جزء منتفق يطلع منه الذيل كده بالشكل ده هو ده مختصار يرقة أبو زنيبة وده برضو اليرقة بتمثل يرقة الأسدين هي حرة المعيشة حرة المعيشة يعني معنا كده أنها بتسبح طبعا بحركة بفضل حركة الذيل لا حبل ظهري بس موجود فين موجود فقط معظمه موجود في منطقة الـ الذيل يعني ده مثلا جسمها عبارة عن جزء وده قدمه وده الذيل فمعظم الحبل الظاهري هتلاقي موجود فين؟ موجود في الـ الذيل فعشان كده قلنا إن ده حبل ظهري ذيلي قلنا الحيوان ده في الذيل حبلية فوق الحبل الظاهري دايماً تعودنا إن دايماً فوق الحبل الظاهري لازم يكون فيه حبل عصبة عنبوبة عصبية تفقد الذيل والحبل الظاهري أثناء مراحل التحول إلى الطور البالغ لما يحصل بقى عملية الميتامورفوجس أو التحور تستقر بواسط الحلمات الموجودة في الجزء الأمامي في الجسم بتاعها وتستقر على أي جسم صلب وتبدأ فيه تتحور وتبقى تتحور تبقى إيه أحيوان الأسيديا البالغ الساكن اللي يتحرك فتفقد الذيل وما فيه من حبل ظاهري والأنبوبة العصبة تختفى برضو اللي يبقى موجود بس عبارة عن عقدة عصبية إذا مشوفنا في الجهاز العصب يرقة الأسيديا هي اليرقة التي يظهر فيها الشبه الحقيقي بالفقريات أكيد لما قولك بالشكل ده أن يرقة الأسيديا هي اللي خلت العلماء يضموا الأسيديا إلى الحبليات وإلا كانوا ضموها لنباتات لأنها سكنة لذا تحرك وأي جزء من حيوانات ضموها للذيل حبليات لأنها يوجد فيها دعامة داخلية موجودة فقط في الذيل فهي ليس لها جسم بيضاوي وذيل رفيع وطويل تسبح اليرقة بنشاط لفترة صغيرة ثم تستقر على القاع وتتحور إلى الطور البالغ ويوجد في جسم اليرقة تركيب عديدة موجودة بطريقة غير متمثلة جانبية طيب اليرقة في منطقة الذيل يوجد حبل ظهري زي ما شاهدنا هو اللون الأحمر اللي تحت ده ده بسمون نوتو كورد متكون من خلايا منتفخة وممتلئة ببعض السوائل الخلايا منتفخة دي هي اللي بتدي الدعامة في منطقة الذيل وهي غالبا ذات عدد ثابت وموجود فيها والحبل الظهري له أغلاف ليه في رقيق ويحيط من الخارج ألياف عضلية مترق يعني ده باختصار أنه مختلف طبعا عن التركيب المثالي للحبل الظهري لكن هي خلايا منتفخة ومحاطة بألياف ده باختصار الحبل الظهري موجود فقط في منطقة الذيل طيب المخف اللي رقع عبارة عن حوصلة منتفخة يوجد عند قاعدتها بقعة عينية هذا الجزء اللي هو الأنبوبة العصبية لأدامك هو الحبل الظهري منتفخة للأمام شوية قليلا وفيها نقطة صوارك لبقعة العينية أو الآي سبوت طبعا فيه فتحة الفم جل ما قلنا اللي هو مدخل الفمي وده المخرج بلاد دخول الماء وده لخروج الماء يوجد على الجانب الأيمن عين بسيطة تتركب من خلايا حسية حساسة للضوء قليل منها من الخلايا العدسية وأعضاء الحسة هذه تساعد اليرقة على السباحة وتوجهها إلى مكان التسقها لتبدأ مرحلة التحول يعني جهاز حسة بسيط وأعضاء حسية في غاية البساطة هي بس جهاز تنية تبقى حساسة للضوء بالأعين البسيطة والأعين البسيطة البقعة عينية الحبل العصبي في اليرقة في اليرقة في اليرقة ظاهري كما احنا قلنا ومجوف ولكنه قليل الحساسية الحبل الظاهري ده يقول لك مالوش دور كبير جدا في نقل الإشارات العصبية ولا تمتد منه ألياف عصبية فهو قليل الحساسية ولا تمتد منه ألياف عصبية للخلايا العضلية التي يصل إليه إحساس في الغالب عن طريق العقد الحشوية عن طريق العقد الحشوية يبدأ يطلع لها الألياف العصبية منها تبدأ يطلع لها الإشارات العصبية ده صفات جدول يقررن لك ما بين الأعضاء في اليرقة واللي هتبدأ الموجودة والانتقالية اللي هتختفي واللي هتظل في الحيوان الأضل أول حاجة طبعا في اللارفا الأورجن الأعضاء الموجودة في اللارفا هتلاقي فيه النوتو كورد احنا قلنا النوتو كورد هو الحبل الظاهري قلنا موجود في منطقة الذيل في اليرقة فقط وبيختفي الدورسالتيبولر نيرب كورد ونبوب عصبية غير حساسة برضو بتختفي الأدهيس الفابيلي الحلامات الالتساقية أو السطولن قلنا الساقر بيثبته على الكائن موجود طبعا في اليرقة لكن بيبدأ يعمل التساق بالجسم الكائن على أي صخور أو على أي جسم ثابت فيه المية وبعد كده بيختفي بيثبته خلاص بعد كده فيه برضو كل ده موجود هنا ومش موجود فيه الطور الـ الـ موجود هنا طبعا برضو تختفي بقى وقت بسيطة ويبقى فيه أعضاء الحس عبارة عن زي ما قلنا قبل كده جسمه متفخ أسفل الوقضة العصبية أو ما يسمى مجازا بالمخ فيه الذيل موجود برضو فيه الـ وبعد كده طبعا قلنا بيختفي بما فيه من حبل الظهر هذه التركيب بتساعدها في ايه؟ فيه عملية العوم طبعا بسطة الذيل الـ المدخلات الحسية عن طريق الـ الوقضة العصبية وأعضاء الحس البسيطة ويتساعدها كمان في عملية الارتصاق أو الارتباط بالصخرة عن طريق الـ الـ نبدأ نشوف الأعضاء اللي موجودة في الأدلت ومؤكدش موجودة في الطر اليارق نلاقي السايفون كان عبارة عن فاتحة فان مباسة هنا لكن بدأ بيبقى فيه سايفونز اللي هو الزرفات الموجودة الشاهقيوي الزفيري نلاقي البلعوم بقى وضع وأوضح وأكبر عبارة عن سلة كبيرة من الـ الشقوق الخيشومية فتحت فيه هنلاقي كمان فيه الاندستايل بدأ يتميز موجودة عن ناحية البطنية للبلعوم موجودة عن ناحية البطنية للبلعوم بعد كده يبقى فيه المخ أو العقدة العصبية المخية وبعد كده برضه ظهر الهارت والقلب بصورة أوضح موجودة عن ناحية البطنية هزيد التراكيب معظمها كانت موجودة طبعا في الـ لكنها كانت تقولك حتى لو كانت موجودة كانت لا تعمل في فترة الـ طبعا قلبها كان يعمل لكن بعد كده بتبدأ تصبح بالوظيفة بتاعتها بتزيد في العمل أكتر في الطور البالغ وده باختصار فرق ما بين الأعضاء في اليرقة والأعضاء في طور البالغ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته